هل تأملت السماء وارتفاعها والأرض واتساعها والمخلوقات وتنوعها وبديع صنعها لا ريب أن الذي خلقها هو الله القدير فهو القادر على كل شيء إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل لا يعترضه عجز ولا فتور وهو كامل القدرة فبقدرته يتصرف في ملكه كيف يشاء بلا معارض ولا منازع قال تعالى ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير بقدرته أوجد الموجودات وبقدرته ذبرها وبقدرته سواها وأحكمها وبقدرته يحيي ويميت ويبعث العباد للجزاء ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته وبقدرته ينصر من يشاء ويخذل من يشاء فمن آمن بأن الله هو القدير خافه واتقاه وعلم أنه مهما حاول فلن يهرب من قدرة الله قال تعالى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيرًا وَمَنْ أَيْقَنَ بِقُدْرَةِ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَلْيُفَوِّضْ أَمْرَهُ إِلَيْهِ وليحتم بجنابه وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ومن علم أن الله على كل شيء قدير سأله من فضله مهما عظم المطلوب قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه ومن آمن بأن الله هو القدير لم يظلم ضعيفا لعلمه بقدرة الله عليه قال أبو مسعود البدري رضي الله عنه كنت أضرب غلاما لي بالسوت فسمعت صوتا من خلفي فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله فقال أما لو لم تفعل للفحتك النار شكرا للمشاهدين